موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام نحييكم ونلتقي في هذه الحلقة الخاصة حول ممثل كرة القادمة الليبية فريق الاتحاد الذي سيقوض مباراة هامة أمام نظيره الترجل التونسي في مصابقة دوري أبطال أفريقيا ضمن الدور الـ 32 من هذه المصابقة ولكن قبل الخوض في التفاصيل دعونا نرحب بظيوفنا في هذه الحلقة البداية بالكابتن ناجي درا مدافع فريق الاتحاد أهلا بك كابتن شكرا لك أخي محمد ونشكروكم على الاستضافة الكريمة وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على الجمهور ونوضحه فيها كل الأمور إن شاء الله متعلقة بعميد الكرة الليبية نشكروك مرة ثانية على الاستضافة شكرا لك وشكرا لك لتلبيتك دعو أيضا معنا في هذه الحلقة المنتدبة حديثا لاعب أحمد الهرام لاعب الوسط أهلا بك أهلا أهلا بك أهلا بك سيد محمد وشكرا لك على الاستضافة طيب وإن شاء الله نشكر جميع المشاهدين الكرام في هذه الحلقة أهلا بك وانستونا وطبعا رحب فريق الاتحاد في مدينة بنغازي بين أهلها وناس إن شاء الله تكون مدينة بنغازي فالخير على فريق الاتحاد في هذه المباراة إن شاء الله البداية مشاهدين الكرام دعونا نتابع هذا التقرير حول آخر استعدادات فريق الاتحاد الذي تنظر من مباراة هامة أمام الترجل التونسي نتابع تتجه الأنظار مساء يوم الأحد إلى ملعب شهد بنينة الدوري الذي سيحتضن مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الترجل التونسي ضمن ذهاب الدور الثاني لدور أبطال إفريقيا في حوار جوار مرتقب يجمع بطنية دوري في البلدين في أقوى وأعرق بطولات الأندية الإفريقية التي يعود الاتحاد إلى ملاعبها بعد غياب دام ثماني سنوات عبد العزيز السوداني والكرة لمحور الدفاع وثم مخالفة واضحة ثم مخالفة واضحة لللاعب الختير إلى حد الآن لوكاس ألونسو مورو شوفوا تدخل من العربي جيبر قاعد يعمل في برشاقتها العربي جيبر أمام البرازيلي وكرة ثابتة ختيرة الراف في رقم خمسة يونس الشيباني تمهيدي والإحصايات أمامكم وفهدف التعادل هدف التعادل عبر القائد يونس الشيباني يونس الشيباني تمكن من التجيل تنبأت بأن الكرة ختيرة واضحة إذن يونس الشيباني يتمكن من التجيل وقلت كرة ختيرة واتمنين لو لم ترتكب الهفوة من خلال هذه المسافة إذن هدف جميل للنادي رياضي بنزرتي هدف كذلك جميل واستانف موثل كرة الليبية تدريباته وتحضيراته بمعسكره التدريبي القصير بمدينة بنغازي منذ عودته الإربعاء الماضي إلى مدينة بنغازي قادما من الإسكندرية المصرية بعد أن أقام معسكرا تدريبيا بالقاهرة تواصل على مدى أسبوعين خاض خلاله عدد من المباريات الودية أمام فرق الزمالك وإنبي واسراميك كيلو باترة وكرداس ويتطلع ممثل الكرة الليبية لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يلعب بارتياح في لقاء العودة الحاسم الذي سيقام بتونس يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري وتجاوز وتخطي هذه المرحلة والذهاب بعيدا بدور المجموعات وستكون مباراة الترجي أول اختبار أمام المدير الفني الإيطالي الجديد جوسيبي سانينو الذي استلم الإدارة الفنية من المدرب الوطني أسامة الأحمد الذي قاد الفريق لعبور سهل لهذا الدور عقب قصائه لفريق كومكم بطل زنجبار وفوصه ذهاب وإياب بنتيجة واحدة وهي هدفين لصفر في كل مباراة أهلا بكم من جديد إذا تبعنا هذا التقرير من أعداد الأستاذ زين عبدالبركان حول آخر استعدادات فريق الاتحاد لهذه المباراة الهامة أمام فريق الترجي التونسي البداية كابتن ناجي كيف صارت تحضيرات الفريق بتحت قيادة المدرب الإيطالي جوزيبي سانينو طبعا الكابتن سانينو هو الموصلة استلم فريق بطل الدور الليبي مسيرة كانت أكثر من متزعة مع الأستاذ سامي الأحمدين وجهه للتحية بالمناسبة يعني أول ما كنا في مصر كانت تحضيرات مكتفة تمارين صباحية مسائية تعرف المدرسة الإيطالية مع تمدع اللياقة البدنية بصورة كبيرة حاول يتعرف على الفريق من جميع النواحي بدنيا وفنيا خضنا معها أكثر من أربع مباريات نقدر نقول لك ونجزم لك حاليا من المدرب أتعرف على أكثر تسعين في المية من رياضين الفريق وإمكانياتهم واليوم الحمد لله بالتحاق رياضين المنتخب بتملة الصفوف إن شاء الله بإذن الله نعود الجماهير بمباراة كبيرة لأنها مباراة مصيرية تعتبر بالنسبة لنحن بلأ خص بعض الخيبة الأخيرة للمنتخب يعني الناس منتظرة فرحة من الجماهير العميد بس يعني كل الجماهير الليبية إن شاء الله نعودوهم نديروا مباراة كبيرة هنا ومباراة أكبر في تونس ونرجع بورقة الترشح للمجموعات إن شاء الله يا رب أحمد فريق الاتحاد خاض أكثر من مباراة ودية أبرزة أمام الزمالك كيف كانت الاستفادة من هذه المباراة الودية؟ والله التحضيرات المعسكر هذا في مصر كانت تحضيرات جيدة وكانت مباراة قوية اللي خضناها مباراة أمبي ومباراة سراميك وكروباترا ومباراة الزمالك فالمدرب في الفترة هذه يعني زي ما قال أخويا ناجي عرف الفريق 90% وعرف كيف يجهز الفريق بدنيا ويحضره مباراة جاية وكيد تركيزنا توف مباراة الترجي وتفكيرنا كلها في المباراة القادمة عن ماذا كان يركز السنينو خلال التدريبات في المعسكر في القاهرة؟ يعني بداية كان مركز على الجانب البدني جرعات بدنية مكتبة كانت بالأخص في التمارين الصباحية يعني تقريبا نقدر نقول لك على امتداد المعسكر فترة أسبوعين أو ثلاثة سبيع كنا كل صبح كانت فيه جرعة بدنية كتيفة يعني الحمد لله تمكننا أن نرتقوا بمستوى اللياقة البدنية للفريق لأبعد الحدود وبعدين رجعنا للخطط والتكتيك اللي بيعتمد عليه هو سواء الضغط سواء التكتل في نص الملعب يعني هذه أمور خاصة بالمدرب ما تنحكاش في الإدارة لكن الحمد لله كل الرياضيين كانوا زي ما يبيه هو فهمنا الخطط متاعه هو فهم عقلية الرياضي اللي كان فيه تواصل ممتاز بين الرياضيين والطاقم الفني طبعا ما ننسوش دور الإدارة ودور الأستاذ محمد الحمروني ودور الكابتن مفتاح أغزالة لأنهم ساهموا حتى هموا في تقريب وجهات النظر بين الرياضيين والمدرب يعني حاليا نقدر نقوله أن الخليط متجانس بصفة 100% بين المدرب والرياضيين هو الخليط قال متجانس الكابتن ناجدراه هل أنت رأيت انسجام خلال مباراة الودية يا أحمد مباراة الخطون خاصة مباراة الزمالكة مباراة هم أمام بطل مصر صحيح والله شو نقول لك يا محمد حتى النتائج كانت مرضية يعني كبداية المعسكر وكاللاعبين مع بعضهم وانت عارف أنه في النقص ما قال الأخوية ناجي من اللاعبين المنتخب لكن كان يخلي فيه توافق بين اللاعبين اللي حاضروا ولي مش حاضروا وخلى اللاعبين كبدنيا وكمستوى واحد نشوف هنا في الفريق طول الفريق اللي كان في المعسكر ولعبين المنتخب نشوف فيه مجازين 100% الآن مشاهدين الكرام نتابع جار من تدريبات فريق الاتحاد الذي خاضر ميرانا على أرضية ملعب شهداء بنيناء نتابع موسيقى موسيقى انتقالوا انتقالوا الجارين انتقالوا 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 اشتركوا في القناة 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 فريق الترجي تجهيزاتها نفس تجهيزاتنا عبارة عن مباريات ودية بغض نظر على مباراة الصبر اللي خاضها لكن الفترة الاخيرة كلها كانت تحضيراتها عبارة عن مباريات ودية وتمارين اعدادية فيعني تونا نقدر نقوله الفرصة خمسين خمسين بيننا وبينهم ما يتفوقوش على نبرة المباريات او حاجة زي هذه الرياضي او المدرب يفهم شو معناها رتم مباريات لما تكون خارج رتم في الدوري فالحمد لله يعني زي ما قلت لك الفرصة خمسين خمسين ان شاء الله ربي وفقنا بسه خاصة احمد ان فريق الاتحاد خض مبارتين همتين امام فريق كم كم الجنزباري وقدمه مساويات كبيرة تفوق في كلا المبارتين اكيد هذه المباراة تعطي ثقة اكثر لفريق الاتحاد يعني اللعب مبارتين وفاسفيا ومقبل على المباراة همام امام ترجي صح هي مباراة لفريق التنزان يعني كمعنويا كنا معنويا كنا جاهزين يعني بشكل كبير بدنيا لكن الحق يعني كمعنويا اننا كسبنا المبارتين حتى خارج الارض وفي الارض في تونس لكن نعتبره مية في المية يعني كبداية يعني كويسة يعني معنويا عطتنا دافع ان احنا كيف ندخل المعسكر وكيف نرقزه في المباراة التالية وكيف يعني حتى خوض مباراة رسمية مهمة لفريق الاتحاد يعني كابتن بعكس فريق الترجي يعني مباراة ولا هي ضد الاتحاد مباراة رسمية صح في الفترة هذه كانت مهمة بصدق حتى الفوز والترشو كان مهم لنا معنويا بنسبة الفريق منافس ناجي يعني لاحظنا فريق الترجي تراجع عن ترجي السنوات الماضي اللي حقق فيها دور الأبطال أكثر من مرة بقيادة معين الشعباني الآن يأتي بمدرب جديد اسم كبير في كرة القدم التونسية راضي الجعايدي لكن ربما خبرة راضي الجعايدي في الملاعب الافريقية ليست مثل أي مدرب سابق تونسي يعني مثل فوز البنزرتي أو معين الشعباني التي اكتسب خبرات بعد تدريبه فريق الترجي هل هذا شيء ممكن يساعد للاتحاد؟ طبعا هذا الصلاحنا يعني هو تعرف ان كل الشارع الرياضي الليبيس ورياضيين ومدربين وجمهور متابعين للدورة التونسية ويعرفوا كواليث الرياضة التونسية فخروج روزنامة كبيرة من الرياضيين بالنسبة للترجي يأثر عليهم سلبا ضيف على ذلك رحيل معين الشعباني المدرب متاحهم للمصري الجعايدي جاي راضي الجعايدي يعني كان فيها أجواء انكلترا في الدولة الإنجليزية جديدة عليها أدغال أفريقيا لأول مرة يعني يدخل المنافسة هذه فهذه كلها نقاط تحسب لفريق الاتحاد وإن شاء الله ها كونوا وقدها زي ما نقوله نعم بإذن الله هنا تزعى ورقة الترشح إن شاء الله يا عبن الله هذا ليس بغريب على فريق الاتحاد أحمد فريق الاتحاد اسم كبير الكل يتذكر بطولات بطولة 2007 وبطولة 2010 عندما وصل إلى النصف النهائي لكن أحمد أنت متابع هل أنت متابع لفريق الترجي أحمد لمستوى فريق الترجي وتراجع حتى عندنا اللاعب ليبي الحمد للهوني مستوى متراجع بموقتة إيجابية لفريق الاتحاد صالح الفترة الأخيرة الحق أنا مش متابع لكن أنا عارف فريق الترجي الفترة الأخيرة يمر بفترة صعبة فالشياض يساعدنا كفريق الاتحاد وكلعبين وكطاقم فني يساعدنا بشكل كبير بنسبة كبيرة معنويا لنا وحتى نحن بصدق عندنا لعبين لعبين في أفريقيا وفيتغالا في أفريقيا ولعبين مباراة الدولية يعني بإذن الله نحن زي ما قال أخويا ناجي ففتي ففتي بإذن الله خمسية خمسين بنسبة كبيرة نحن إن شاء الله نكسب المباراة الجاية وركته الآن نتابع مشاهدين الكرام ماذا قال مدرب فريق الاتحاد جوزيبي سينوني عن هذه المباراة الهامة الذي سيقضها بمواثل كرة القدم الليبية فريق الاتحاد أمام فريق الترجي التونسي نتابع انظر في وقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جمالات الأمرية نريد أن نفعل هذا المقارب بأقصى درجات حماس والرغبة في الفوز ونحاول مهاجات الترجي بكل ما أتينا من قوة ونحاول أفضل عدم الكلام كثيرا ونحاول أفضل عدم الكلام كثيرا ونحاول أفضل الملعب وهو أبلغ وأوضح في إيصالة التي نصح على إيصالي ونحاولنا نظرر و لا أعجب على ترجي بكل ما أعجب ترجي بحاجة للترجي بكل ما أعجب مع ترجي ليس له جانبين مهمة ولتجميزين ونحاول نحاول نحاولنا على ترجي بكل ما إليه ونحاولنا نجبل شهرة لحياة اربطا ونحاولنا على مباراة على مباراة أحب التعادل للنفتح لا أريد أن نتوقع لا أريد أن يتوقع أعتقد أن هذه الأطفال من الرد والتقدس وعلى التقاقة بلحدنا نحسب الأكد و مضى إعجابي للأجمن فيجري كل شيئ ما فهدي الهدى محن Pittه لنا SUR متحدود هم التمثيل لو hemos ملغts أكدوهم مؤمن وبعد تطورون خدمة والمصنع هو إلا الأنف fail وهنغن بتجاوز والحادثünü ونغطي سنجان ندرة إلى فكرة عامة للمستوى الذي وصلنا إليه ذيئة تحضيرات أهلا بكم من جديد بالنسبة للمعسكر الأخير في بنغازي كيف كانت الأجوال المعسكر والاستقبال والإقامة في بنغازي طبعا نحن في بنغازي بين أهلنا وناسنا كأننا في ترابلس الفندق على أعلى مستوى الاستقبال سواء من الموظفين سواء من كافة الجهات الوصول للملعب الرجوع من الملعب يعني كل أمور الحمد لله متاحة ومساعدين أخوتنا وناسنا زي ما قلت لك إحنا بين أخوتنا وناسنا الحمد لله توم ما بقي شيء للنتيجة إن شاء الله نحقق ونتيجة طيبة يا رب يكون ملعب مننا فالخير علينا إن شاء الله يا رب ونبش نسى لك سولادة لأنك أنت أب بنغازي يا أحمد لكن أحمد يعني في مزيج في فريق الاتحاد هو ما بين عناصر الخبرة المحترفين لعبين الشباب وهذا شيء مطلوب في كرة القدم أن يكون هناك محترفين يقدمون الإضافة لعبين شباب عناصر انتدبت حتى لو كانت محلية أكيد تقدم الإضافة وكذا هذا دافع معنوي جيد لفريق الاتحاد صحيح والله زي ما قلت لك أخوية محمد صدق يعني أنا في دخولي إلى الاتحاد أو كلعبين أخوية ناجي لاعب دولي ولاعب أفريقية في معنى الاتحاد من فترة من سنين لفاتن وعندنا كابتن محمد زعبي وعندنا عناصر زي ما قلت أنت مؤمن وشدون بإذن الله في أطغال أفريق فالشيء هذا بالنسبة لينا نشوفيني حتى بالنسبة لينا كنت دابتة وندي الاتحاد أننا سنقدم شيء أكثر من اللي قدمت في نديه السابق ونقدم شيء لنا الاتحاد وهذا الشيء اللي يعطيني دافع بإذن الله مع قدرنا الاتحاد بالنسبة المحترف الوحيد اللي سيأخذ هذه المباراة وغازي العيادي أثبت قيمته شاهدنا في الموسم الماضي مع فريق الاتحاد كيف كان مؤثر خاصة في الأدوار الأخيرة يعني الأدوار تتويج في الدور الليبي وأكيد الدور الآن مطلوب في البطولات الأفريقية خاصة يواجه فريق يعرفه جيدا وفريق الترجي طبعا غازي قيمة تابتة ومهما حكينا مش هنوفو حقه سواء مع الأفريقية أو في تجربته الاحترافية في السعودية بس لما جاء لليبي زي ما نقوله جايجة عن كورة وحاب يتبت نفسها وحاب يعود من الباب الكبير الحمد لله نجح فيه الموسم الماضي مع نادي الاتحاد وأثبت أنه من خير تلاعبين الوسط يمكن فيه شمال أفريقيا مش في الدور الليبي بيس السنة هذه عقد العازل منها يحقق نتيجة ونكونوا في دوري عبطال أفريقيا نتمنون للتوفيق وإن شاء الله يزيد التواهج والنجومية متاعها وإن شاء الله تشوفوه السنة هذه زي السنة اللي فاتت وحسن يا رب أتمنى ذلك أن يتأهل في حاد إلى دور المجموعات ونضم حتى اللاعب كوامي اللاعب العاجل يصبح المعترفين بأعلى مستوى ويقدموا سبيت كبير كلمة خيرة والله إن شاء الله نقدموا الإضافة لجمهور الاتحاد اللي يتابعوا فيه وإن شاء الله نترشحوا بإذن الله وندولهم الفوز القادم بإذن الله بيعون الله كلمة خيرة كابتن طبعا قبل كل شي نشكركم على الاستضافة الكريمة وإن شاء الله نكونوا خفيفين نضل على كل الجماهير ثانيا نعد جماهير العميد ونعدوا كل الجماهير الليبية إن شاء الله إن الاتحاد حيحقق نتيجة تفرحهم وتفرح كل الشارع الرياضي الليبي بإذن الله وإن شاء الله الترشح يكون من قلب تونس نديره نتيجة كويسة هنا إن شاء الله وبعدين المباراة الثانية يعني يكون لها حكي وتفاصيل ثانية وإن شاء الله نعدوهم بالترشح لنا بصدق كل الرياضيين عقدين العزم على ترشح السناد إن شاء الله يا رب بتوفيق لكما وبتوفيق أيضا لفريق الاتحاد ممثل كرة القادمة من ليبيا في المسابقة الدوري أبطال أفريقيا إذن متابعيني الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة تقبل وتحيات فريق عمل هذا البرنامج طبعا إعداد أستاذ زين العمدين بركان وتقديم محمد لافر وإعداد طبعا وأخراج الأستاذ محمد بوشوفا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة